محدش يقدر لا يتحدث عن ظروف التحكيم في الجزائر ولا عن ظروف التحكيم في أي مباراة خص الزمالك في بطولاته خالص ده أمر يخصه شأنه يعني إجاباً وسلباً لكن لما لقي برضو مبارح حد بعيدت لي الكابتن عفة نصار ابن نادي الزمالك في ساعتين الأخريين اللي على قناة أخرى كل الحلقة عن الحاكم اللي هيحكم مباراة الأهلي وشبيب التساوي نحن مش بنلعب في نفس البطولة مع بعض حتى نحن في البطولة وبعدين يصل الكلام بقى شوفوا درجة التهيس بقى وصل الفين ما هو طول ما الاتحاد الأفريقي في مصر معروف مين النادي اللي هيستفيد طول ما الاتحاد الأفريقي في مصر والكابتن شطا بيختار الحكام ومصطفى فاهمي هو اللي مسيطر على الاتحاد الأفريقي الكلام ده تقال حرفياً هيفضل الاتحاد الأفريقي مساند لهذا النادي أنا ليه بقولكو تهيس لأنه كابتن شطا ميش بالاتحاد الأفريقي من فترة بعيدة والمهندس مصطفى فاهمي ميش من فترة بعيدة قوي وابنه عمر لأنه زكر برضو عمر عمر شاب رائع ونموذج مصري وأهلاوي طبعاً جداً لكنه الراجل كالسكرتير عام كان عنده ظروف مرضية لفترة اللي فاتت ربنا يا ربي يتم الشفاءه منها ويرجع لعمله على خير مالوش علاقة بالمسألة وفي أجازة مرضية ربنا يتم الشفاءه المؤسسية من فترة بعيدة التحكيم له لجنة ثانياً طب ما نكلف نفسينا الصح لا بنتكلم على مستوى الإعلام مش على مستوى القعدة ما نكلف نفسينا والاتحاد في القاهرة هو نعمل مدارسة لو صال نسأل أنتو بتختاروا الحكام إزاي ليكون الكابتن الوحش عليه رحمة الله هو المتدخل هو كان مدير الفن الاتحاد الأفريقي أنتو بتختاروا الحكام إزاي يقولك لا أصروا بيعقدوا اجتماع في القاهرة يا سيد الفاضل الحكام ليهم لجنة هم اللي بيختاروا للأهل له طرف ولو الأهل له طرف هتشوفوا كم المشاكل اللي أهل عنها من التحكيم الأفريقي بس عشان الأهل ما بيعترضش وصوته مش عالي في الاحتجاجات الناس ما بتقفش عندها زي حاجات كتيرة قوي مطلوب إن احنا نفضل بعد إيه درامو ولا بعد العرجون ولا بعد النجم الساحلي ولا بعد مباريات ضيعة بطولات ولا بعد إيه الوداء ولا بعد ولا بعد شفتوا الترجل السنة اللي فاتت وإزاي الأمور قديرت الله وإزاي الأهل لعب زي أذروا عقب في خلال 24 ساعة والعقوبات اللي حصلت في الاعتداء على هشان محمد وما حدث في السيد رادس طلعت بعدها بشهور ده الأهل اللي بيتجامل ولما يبقى طرق بوشماو التونسي الترجاوي العنيد هو المشرف على لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي هو المشرف على الحكام لسه هنتكلم بجهلة على إنه الأهل هو اللي بيختار أو إن الكاف بيجامل الأهل طيب ما تسألوا سياسة اللي تحكيم ماشى إزاي أو لجنة الحكام مين اللي قائمين عليها ما عندكم كابتن أصام عفتاح رئيس لجنة الحكام في مصر عضو في لجنة الحكام في الاتحاد الأفريقي ما تسألوا الناس دي بيتم اختيارها إزاي أو السياسة اللي بيتم على أساسها تعيين الحكام في الاتحاد الأفريقي بدل من إننا كل الهدف اللي شغال توصيل رسالة سلبية واحدة بس يعني أنا ساذب رهيب الأهل بيختارون للحكام ساذب رهيب على مزاجه عشان ينجح الأهل هيلعب في القاهرة في بطولة دوري الأبطال الزمالك هيلعب في الجزائر في الكونفدرالية بطولتين مختلفتين صحيح أنا منتمي لنادي الزمالك طالع شغلني قوي ماتش الأهلي والتحكيم بتاع الأهلي ها بدل من أنا نشغل بالكامل على دعم فريقي اللي حيلعب بعضية بيوم أنا في الكونفدرالية احنا مش هنقابل بعض يعني الكلام ده كنت أتصور يقولك إيه ها ما أدروقتي بيسلكوا للأهلي عشان يوقعوا الأهلي مع الزمالك وفين أتطلع التاني مثلا دي بطولة ودي بطولة بعدين إلى متى كل البرامج دلوقتي مكرسة أنا تتكلم عليك أنت عليك أنت فلان قال فلان عاد وكله كلام مش مظبوط يمتخذ من صياقه في اتجاهات أخرى ما حصلش يا 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 بتحط أشواك في طريق النادي الأهلي مع الأشقاء يعني لعبته في العلاقة لبين الأهل والإسماعيلي مش كفاية لعبته في العلاقة بين الترجي والأهلي مش كفاية لعبته في علاقات أخرى مهمة جدا تخص النادي الأهلي عشان تستفيدوا منها مش كفاية مش كفاية يعني إلى متى هنظل كل نهجنا إن إحنا نحارب عشان نحارب النادي الأهلي نتكلم عن النادي الأهلي نزرع الشوق في طريقه و و و عشان نحصد إحنا الورود ده كلام مش يعني حد يا جماعة لازم توقف والله والله لازم دي ظاهرة ظاهرة عايزة بحس يا أخواننا أنتو ماشيين كويس في الدوري ماشيين كويس في بطولة أفريقيا عندوكم فرقة جيدة اتكلموا عنها اهتموا بيها اهتموا بين ادريسوا الحاكم اللي حيحكم لكم ده ما جابوش سيرته ادريسوا المناخ اللي حتلعبوا فيه ما جابوش سيرته آه ما بتدوش اتكلموا على الصعوبات في الإجهد إلا لما بتدوا يعانوا منها كانوا يسخروا من الأهلي لما بيقول إنه مجهد والدوري مضغوط عليه انت ليه ليه التناقض ليه تعيش التناقض ده سيب الأهلي في الدوري بفهمك فيه منافسة مباشرة لكن مشوار إفريقيا مفيش هتقول لي أصل البطولات الإفريقية لا مفيش مفيش مجال لو الأهلي زي ما قال دكتور طارق الأدوار اعتذر عشرين سنة مش هتجيبه فمفيش حتى مجال إنك تقول غير بقى إيه إنك تشوه تاريخه بالضبط البطولات المحلية حرام والإفريقية أيضا ترجمة نانسي قنقر